السلام عليكم البنات سمعتكم بخير وعلى خير اليوم البنات جبت لكم مواد غذائية حلل جيت نشارك معكم باش نتوما يجيكم ساهل غير ديو تعرفوا الحاجة اللي حلل والحاجة اللي تقدروا تهزوها وهناي جبت لكم البنات واحدة الحلوية اللي كلنا كانت شهاوهم وكانت تقدروا شنا كلهم المهم البنات جبتهم لكم تهوه حلل وجبت لكم بشحام الحاجة مهم انا كنشري منهم وفيهم طبع ديو الحلال وصراحة كانوا دائما كيهجبون وكش كنا نقدر ناكلهم وما شغل ان الناس قاعد ناس وقاعد داري صغر كيهجبون مع دوك النوع ديو الحلوية ولكن ما كناش كنقدرون ناكلهم في الأول دباء البنات تدرهم لنا خاصة المسلمين مهم البنات اول حاجة اللي كيهما كتيوب صغيرة وهي هاد الصالصه هذي ديو الكيباب هاد الصالصه هذي دقتها زوينة وعرة كتجيب حال هذي دوك محطوطة بحال هذي ديو الكيباب ديو الباكستاني ودكش بحالها غير هذي اللي ما اعجبتنيش فيها انا برسونال منتح اهلاش حيث انا ما كنا ناكلش الكمون يعني الكمون تدري ليفش ماكلا او لا تدري ليفش حاجة انا ما ناكلش في دك الماكلة اللي فيها الكمون بحال مثلا كين الناس ما كيعجبونش للقصبور كين الناس اللي ما كتعجبونش تومال بصلا انا كنكره الكمون الريحة زياله كنكره داكشي على الصالصه عجبتني في الماداق وزوينة وبنينة ودكشي ولكن شميت فيها الكمون اذا ما قدرتش ناكلها المهم البنات كيما كتلكم هاته صالصه هاته حالال كيما كتشفوه وكينا كتبع غير في كونسوم ولكن هاته ماشي الماركة ديال كونسوم هاته رغض يتلقاه في جميع السوبر مركادوس وفي جميع تيينداس هاته واحد الماركة اللي لا يعني ماشي ديال كونسوم ماشي ديالشي حاجة غير كونسوم كيبيعوها عندهم وبنسبة الناس اللي كيسولوني كيقولوا لي عافك شي شكيت شوب يكون حالال ويكون زوين ودكشي كاليداد يعني مش كاليداد خائبة وخل مايونيس دياله تكون شوية تمنديل مرتفعة غالي حيث داكشي 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 ما كيكونش فيه شراب وكيكون حالال كيكون تمنديل غالي اما داك المايونيس اللي مدقص شراب كيكون عامر شراب كيكون غيب 80 سنطب 70 سنطم اورو اما داكشي اللي كيكون هكا ما في حتشي حاجة كي يغلي وعلينا المهمة كي ما قلت لكم هاد الكيت شوب هادا ما في حتشي حاجة والو والي كان اخدوه والي عدنا دائما فضر مركة بريما احسن مركة في السلسات انا نقول لكم ما تجروا حتشي مركة حيث كل شي داكشي خايب احنا كنا كنا نخدوه واحد المركة ديالتنا مغاربة ما بقيتش عقل على السمية دياله عرفتين ماداق دياله وش حال خايب ما نقولش لكم بحالة شدو انا نقول لكم الماداق يعني مو الماداق ولكن انا كان حاول نقرب لكم الماداق بحالة شدوه نقرب للمغاربة نصنعوه بحالة زيت يلفت وقلوه فيها الحوت خانز وخلطوه بها المايونيز هكاك ذاك الريحة تديرها في الشلاطة ولا تديرها في شيء تشمي ذاك الريحة تقلب ما تقدش تتاكله ذاك الشيء صافي ممكن اخدوه كان اخدوه غير هذه المركة بريما وواعر ماداق دياله ماداق دياله وواعر بزاف وارغا نوري لكم المايونيز ماداق دياله ماداق دياله ماداق دياله هذا هو البناس كما ترونه هذا المايونيز هذا النار يتحل البنينة وعر 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 فرمشي اول مرة شاركت معكم و لكن اخدرته حتى الآيام كما ترونه في الصيف و كما ترونه ماداق دياله و اناق فرام ماداق دياله ثم دياله قدا بسيار رمز بالترونه و هذه الماعدة صافي ترونه كان في دياء و القرطة الانجليس كان في جامع البلايس فيما مشيتي كانت ايروسكي في الأول ولكن حيثه لم يكن لدينا ايروسكي نهائيا هنا كانت احتفى الكامبوكي في جامع البلايس فيما مشيتي ستلقاه فيه سوف ندزو البنات الحلوة اللي كلنا كانت تشاهوها وكانت تحمق انا صراحة تحمقني هذه الحلوة ولكن لا نستطيع أن نأكلها في الأول ده بقى البنات درو فينا واحد خير كبير من خرجوا هذه الماركة هذه حالة فيها طبع من اللور لكن هذه الماركة كانت تتبع في ميركا دونو ولكن فيها خلاطين لا هذه تكون تتبع عند المغاربة اي قزار اي تين دا دياء المغاربة والرهالي غايقوا لكرا عندو كيبيعوها بأورو أورو الباكية كينا أولاين أولاين كتباع ب سبعين سنتيم سبعين سنتيم ولكن يوصلك للدار بثلاثة أورو المهمة من الآن سوف نقول لكم مصافي هذه ضرورة تدوروا الحلوة من اللور وغادي بيليكم هادك الطبع اللي كتشوفوا هاد الطبع هذا اللي كتشوفوا غادي تشوفوا مطبوع في الحلوة اللور هادك اللي في ميركا دونو اللا غا عادي هاد الماركة هادية ولكن عادية فيها خلال دينا ضروري تشوفوا فيها هادك الطبع باللي كيقول لك هاد الحلوة را خاصة بالمسلمين المهمة البنات هاد الحلوة هادية من النهار را كنتشاركتها معاكم في انستغرام بالنسبة للناس اللي مدخلنش عندي انستغرام را كنشارك فيه تصاور وكان بعد تصاور اللي كنشوفو مه كعلاها غفلة ولا كنشاريهم وكنصورهم لكم ونحط لكم تصورتيرهم في استوريال في انستغرام رأسولوني بزاف ديناس بإنستغرام قالوا لي فين ضبرت على هادك الحلوة حالالي المهمة البنات لا تدخلني عندي انستغرام ديروا غرحة سناك كانال سيخرج لكم انستغرام ديالي ركا نشارك فيه حاجات اللي ما كان نحطاش بعد المرات في القناة وليوم ما من انتفكرتها حيث بزاف ديالنا سولوني في انستغرام سفطرني المساجات وقالوا لي فين لقيت يختي ديك الحلوة حالل المهم هذه البناتها ركينا كتبشي عند القزار عند الحالة المغاربة عند اي بلاسة كتلقاوا فيها هاد الحلوة هادي حالل المهمات الحلوة هادية هي تبعي حتى اونلاين ستدخل الاسمية ستخرج كما قلت لكم البنات من النهار داروا هادي كما كتشفو كتكون مكتوبة عليها حالة لها كاما في القدام ولا اللور ولا واحد طبع صغير اللور من النهار داروها حالل وانا دائما كنشريها حيث انا كتعجبني الصراحة المهمة البنات كما قلت لكم هاد الحلويات هادو موجودين في جميع البلايس مشيتي يعني لكزار غتلقيهم اه احنا وحد هنا واحد سوبر مركادو صغير هنا غادي الحي كيبيعو فيه كيجيب هادك اللي كييوكلو لقوار أبارتي محتوى تمام فيه لحالل لتشيح حاجة وكيجيب دينا حالل محتوى تمام وكيتبع أورو الباكية يعني مزيانة كيجو في خمسين بياسة ولاسمة يحتى الأطفال ديالكو مراء يقدرو ياكلوهم وحالل كما قد تشاهدون البنات ضروري تقلبوا الحلوة من اللور وتلقوا فيها تطبيح حالل لما كانش تطبيح حالل اللي غيحطوها بحال الكليف من المركاد ممارا راح ماشي حالل يعني نفس الماركة ولكن ماشي حالل خذكم ضروري تشاهدوا هذا الطبع راح يكون اه ملور لما كانت الحالويات موجودين ولكن يكونوا بغير في بعض البلايس يعني ماشي بحال مثلا تلقى هم في تك سوبر ميركاد يقدر كاريفورما عفت كاريفورما معروف كيبيع ذلك الشي ديال المسلمين حالل ولكن يخصكم ضروري ذلك الطبع ملقيت وسير وغير عن المغاربة المغاربة راح يبيعه راح يبيع الشيء مغاربي مالطبع من اللور حالل دابا غادي ندوزون شوفوا المرتديلة حالل صراحة هذا النوع ديال المرتديلة كتعجبني بزاف ولكن صحيبة تلقيها هنا في اسبانيا هذا البنات كاريفور ديال فرانسا انا غادي نشوف واش كين في كاريفور ديال اسبانيا هو اصلا هذا الاواخر هادو قال لك غادي رجع تاني في كاريفور قاعدك الكارنيسيري حالل غادي رجعها لنا ولكن ما عرفش في انتا غادي رجع في الولي لكن انتو عقلتو في ديال 2007-2008 ودك شيء كانت واحد كارنيسيري في كاريفور خاصة في اسبانيا خاصة للمسلمين كانوا كيبيعه فيها جج حالل كانوا كيبيعه فيها لحم حالل كانوا كيبيعه فيها كم دك شيء حالل ومرتضل لحالل وكل شيء من بعد تحيدت يعني ما بقعتش انا ما عرفتوش عندكم في الشمل ما زال موين فرنسا رع موجود عندهم دك شيء من انا عقلتو في قصة فقط بشكل كارنيسيريا ليس ذيك المناس في رحلة رجع بالأكل لمغربي كنظرراً على كارنيسيريا ولا اسمه حالل لمحادي وددها هده آخر وده قد رجعواهم ولكن دك نهارا مشيت هذه السيينsche للمشيتog المشيت لا بزال مداروها هيعدنا الى داروها را غادي يحطولي نقاع هاد شي المهم الناس اللي عايشين في فرنسا وكيشاهدوني را هاد عند كونف كاريفور دي الفرنسا حالل هاد المرتضيلة حالل المهم الناس كيم ما كتشوفو بالنسبة الناس اللي باغين مرتضيلة ماشي بالحمغة بالخضر را كينا في ميركا دونا ولكن اللي باغيها بالحم بحالك ديال ديال الجاج واد شي را كيكون في كاريفور ولكن كانت منتظر في انتاء يدورنا هاد الكارنسا ريا حالل هنا باش نعود نصورها لكم البنات ونهضر لكم عليهم المهم كيما كتشوفو البنات انتمنى اعجبكم فيديو ديال اليوم ولكن يعجبكم فيديوهات بحلقة مع لكم اغار تخلووا ليه في كومنتر والتحت وتشجعوني باللايكات ديالكم وبالبرتاج وشكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم وبسلامة الفيديو الجاي ان شاء الله بسلامة